ومازلنا في بيروت مشاهدين الكرام ومن هناك ينضم إلينا عبر الاتفة سيد محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله سيد قماطي يحييك على الجزيرة مباشر هذا التصايد الكبير وهذه الخطوة الكبيرة من قبل حزب الله استهداف بن يمين نتنياهو محاولة قتل بن يمين نتنياهو من خلال استهداف منزله صباح اليوم لماذا سيد قماطي ما الرسالة التي تريدون أن توصلوها وهل كان فعلا استهداف غرض اغتيال وقتل الرجل أم إيصار رسالة للاحتلال الإسرائيلي ليس أكثر ولا أقل نحن علمنا أول شيء تحية إلى كل المشاهدين وتهمين وتعديل شعب القرصيني الشهيد السنوار الشهيد البطل طيب كل الشهداء الشفاء للجرحة أعلمنا منذ أيام قبل يومين أعلمنا أننا نحضر لمفاجآت أو حضرنا لمفاجآت سوف تكشف عن نفسها في الميدان سواء على مستوى المواجهات البرية أم على مستوى الاستهدافات الجوية بالصواريخ والمسيارات وبالتالي طبعا لا ينبغي لليتنياو أن يشعر بالإصمأنان ولا للعجوب السرائيلي أن يشعر بالإصمأنان لا في صفوف قواته ولا ضباطه ولا مسؤوليه بعدما لم يتركوا أي خط أحمق لن يختركوا عندما يرتال السيد حسن بطل الله السيد شهداء طريق القدس عندما يرتال فأنه يجب أن يتوقع كافة الردود ويجب أن يتوقع العقاب وبالتالي أن المقاومة لن تتركه دون عقاب وإن دماء كما حفظ السيد ستكون لعنة عليه وعلى أمساده وعلى المجرمين ومشن في الإدارة الأمريكية ستكون لعنة عليهم إلى أبد الأمريكي وبالتالي أفهم من حديثك سيد محمود أن استهداف منزل بن يمين تنياهو اليوم كان بهدف خطله وليس لتوصيل فقط مجرد رسائل يعني أنتم كنتم تعلمون أنه ليس موجود فقط ترسلون رسائل أم كان بهدف قتل بن يمين تنياهو ردا على اغتيال السيد نصر الله يعني ستعلق ما تعلق الإدارة الأمريكية كما علقت على اغتيال سباحة السيد نحن نقول سيكون العالم أفضل بدون موجود نتنياهو في هذا العالم وسيكون العالم أفضل بدون موجود هكذا المشربين على الأرض نعم سيكون العالم أفضل ونقول أن القصاص العادل قد أدشت أن القصاص العادل سيد قماطي هل أنت معي نعم تقول أن القصاص العادل ما هو يعني لم أستمع لبقية الجملة أقول أن التعليقات التي جرت على اغتيال الشهداء والقادة والسنوار سيد حسن والسيد فؤاد أنه العالم أفضل بدونه كانت تصرح الإدارة الأمريكية والإسرائيليون نحن اليوم نقول أيضا وطبعا بعضهم قال قصاص عادل وإلى آخرين نحن نقول أيضا أن العالم بدون نتنياهو وأنثال نتنياهو وبدون الإدارة الأمريكية المجرمة أيضا يكون أفضل لهذا العالم ويكون القصاص العادل كما لو تحقق اغتيالهم يكون العالم أفضل ولا مقصاصهم العادل إذن سيد قماطي حزب الله بشكل واضح وصريح وكأنه يقول أن بنيمين نتنياهو أصبح هدفا للحزب ليس فقط بنيمين نتنياهو ولكن كل قادة الاحتلال الإسرائيلي هل فهمي صحيح؟ نحن كل ما قلنا وعلى من يسمع أن يحلل كيفما يريد وأن يصل إلى استنتاجات كيفما يريد ونفقوا بذكائكم أنتم وآخرون من يتابع الأحداث هل حزب الله جاهز لردوط فعل الاحتلال الإسرائيلي؟ أنتم اليوم أسقطتم كل الخطوط الحمر كما هو أسقط كل الخطوط الحمر عندما اغتال السيد حسن نصر الله لكن هل أنتم جاهزون لردوط فعل الاحتلال الإسرائيلي عندما يتم استهداف بنيمين نتنياهو بشكل مباشر كما حدث اليوم؟ نحن نقول أن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم بعدما كنا نريد نحن أيضاً في لبنان عندما كنا نريد فقط حرب إثناد ومواجهة إثناد لأخوتنا في فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يبات ويكتب ويدمر عندما كنا بحرب الإثناد كنا نريد وطباً محدودة تكتفي بالإثناد لدعم آذنا وأخوتنا الشعب الفلسطيني ولكن اليوم لم تعد الحرب حرب إسلام كما أعرفنا وقد أعلننا مراراً وتكراراً وبكل وضوح أننا لا نريد حرباً مفتوحة لا نريد حرباً واسعة لا نريد حرباً شاكلة وكأن الإسرائيلي إطمعنا إلى هذا الكلام وظلنا أننا لا نستطيع أن نواجه هكذا حرب واسعة ولذلك أمد إلى تنفيذ مشروعه الكامن والذي يحتفظ به للحظة البناسبة كما كان يحتفظ تجاه غزة واتجاه فلسطين بمشروع كامن كامن نعم أطلطه حين رأى أن الفرصة مؤاتية فهو يبيض الشعب الحسيني وينسف المشروع الصيونية العميقة لا يريد تحليل رهائم ولا يريد شيء وفي لبنان لا يريد أن يعود المستوطنون إلى الشمال ليس هذا هدفه الهدف الحقيقي الهدف الحقيقي اليوم كما يعلن القضاء على حزب الله والقضاء على كتورات حزب الله وهجر كل البيئة الحاضرة للمقاومة إنه أعلن حربا وجودية وإذا ما قدناها حربا وجودية فلاح جلومنا إنه يريد أن يلغي وجودنا فلتكن حرب وجود إذا إذا أرادها حرب وجود نعم أنتم الآن أمام تخوضون حربا وجودية مع الاحتلال الإسرائيلي هو الذي انتقل إلى هذه الحرب الوجودية تحضب عربناها حرب إسماد تحولها إلى حرب وجودية وهو يوم كل نار لا يتقبل وهو لا يلتيح أي مجال لأي وقت بإطلاق الله وهو يهجر أهلنا في كل المناطق في كل لبنان ويمكن يريد أن يهجرهم إلى خارج لبنان أيضا ولكن خسئة بإطنياه وخسئة القيادة الإسرائيلية ومن خلق المشروع الأمريكي لن يستطيعوا تغيير الديمغرافيا في لبنان وهذه بيئة وخاضلة قوية لن تترك أرض الوطن ولا تغارز إلى خارج الوطن لذلك وأصبحت الحرب مكتوحة وعندما تصبح الحرب مكتوحة وعندما تصبح حرب وجود إذن لا وجود بالخطوط الحمر لا وجود بالخطوط الحمر فليفهم وليتلقى وليتحمل طرفات المقاومة ومواجهات المقاومة وتوفى تأتي مفاجآت أخرى غير تلك التي حصلت حتى الآن سيد قماطي البعض يقول لا يستطيع حزب الله أن يتخذ قرارا باستهداف مباشر لبن يمين نتنياهو دون العودة إلى إيران وطهران الحليف الاستراتيجي والحل البعض حتى يصل لما هو أبعد من ذلك كما وصل الإسرائيلون أن هذا كان قرارا إيرانيا ما ردكم على هذه التصريحات؟ المقاومة في لبنان تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن أي دولة في العالم والمقاومة في لبنان هي مقاومة وطنية تنطلت من أرض الوطن وتدافع عن أرض الوطن وعن وعن كيادة الوطن اليوم بدأناها حرب إسلام كما قلت ولكن اليوم أصمعنا مدافع عن وطن عن موجودنا عن أرضنا ولا يحتاج الأمر إلى أي استشارة في العالم ولا أي طلق أي قرار في العالم قرارنا بيدنا قرارنا لبناني وطني في يدي تطاع عن لبنان وعن أرض لبنان وعن شعب لبنان إذا كنتم تمتلكون كل هذه القدرات إذا كنتم تستطيعوا أن تصلوا بكل هذه الدقة لمنزل بن يمين نتنياه وتقومون باستهدافه هكذا في وضح النهار ما الذي حدث لكم قبل عدة أسابيع وأوصل حزب الله على الأقل قبل أسابيع إلى ما وصل إليه باستشهاد السيد حسن نصر الله ما الذي حدث لكم وما الذي تغير بعد ذلك الموضوع بالمقارنة نحن جهزنا كما قلت لحرب طويلة إذا حصل فقد حصل في الأنس والعدو جهز لحرب طويلة وكان ينوي عليها وينوي لها طويلة نعم هذه حرب نحن لا ننكر أننا تعرضنا لضربات مؤلمة أصابة الرأس فينا ولكن هذا لا يعني أن الرأس قد انتهى وأن الجسد قد انتهى بالتالي ماذا حصل لنا ما حصل أن استهدافات العدو بعض استهدافات العدو قد جهز وبعض استهدافاتنا في المقابل أيضا قد جهز والتالي يحرب طويلة لذلك أنا أقول أنه فبيتحمل بكنياهو وبيتحمل العدو ميتائج هذا العدو الاستهدافي والوجودي فبيتحمل نتائجه إذا كان يستطيع أن يتحمل نحن مغدود مغدود في المواجهة الضرية في الاستهدافات الجوية في كل ما نستطيع وبشكل دقيق يعني اليوم نحن كما تلاحظون ركزنا على الأهداف العسكرية مثل يهو وجيش تنياهو وجيش العدو يدمر الأبنية المدنية يقتل المدنيين يقتل المساعدين يحرق الإسعافات يستطيع كل شيء مدني بينما نحن وهذا وهذا أمر الججب أن يأتي في كل العالم نحن نقاتل بشرف والاستهداف الأهداف العسكرية ولا نخرج على الاستهداف العسكرية وهو نبيح كل شيء لذلك نحن اليوم مضمون قادرون وعندنا من الإمكانية ما يكفي لفترات طويلة يعني العدو ومثل ومثل ياهو وليزي وأمريكا وغسل لا يظن لا يظن أن قدراتنا مع الوقت سوف تنفل أو سواريخنا مع الوقت سوف تنفل أو مسياراتنا مسياراتنا سوف تنفل إضمأنه حربنا معهم حربنا معهم طويلة وقوية ومستبرة إلى أن إلى أن يوافقوا على وقف الأدوال ورقف إطلاق الدار على لبنان على لبنان فقط أم على لبنان وغزة الآن الإسلام عندما كنا نحن نخوض حرب إسلام كنا أن هذا الإسلام لن يتوقف حتى يتوقف الأدوال على لبنان الحرب تحول اليوم لن نعطي أي موقف فيه ولا نتطعن العدو بأي موقف على مستوى مفاوضات أو غير المفاوضات نحن اليوم نواجه أدوانا على لبنان وأدوانا بريا وجويا وديمغرافيا على لبنان واجبنا الوطن اليوم كما كان واجبنا الأخوي مع شعب فلسطين المسايد لهم أصبحت الواجب أكبر أصبحت الاهتمام أكبر أصبحت بسألة مسألة وطن ومسألة هجوم وتعدي على وطن وعلى سيادة وطن وعلى أرض وطن وعلى شعب الوطن لذلك نحن نقول أننا الآن الأولوية بأن يتوقف العدوان على لبنان بما أننا نخوض حرب دفاعية عن لبنان وبالتالي يمكن أن نبحث كل شيء آخر كل شيء آخر بما يتعلق بغضاء وبما يتعلق بلبنان إذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي الآن وقف الحرب على لبنان أفهم من كلامك أن حزب الله سيوقف كل اعتداء يقوم به على الاحتلال الإسرائيلي هل هذا صحيح؟ أولا نحن نقوم باعتداء هذا المقترح خطأ أول شيء نحن لا نقوم باعتداء نحن قمنا بحرب إثباد لشعب فلسطين ثم نقوم بحرب دفاعية عن وطن مع شعبنا نحن نعتداء على حدا وأقول مش إذا وقف إطلاق النار أنا هنوقف اعتداء معادلة غلط ممن قبل فيها أصلا نحن نلقى المياه ومناكبه إذا توقف الأدوان على لبنان حينها نبدأ النقاش مع التعاون بالتعاون مع المسؤولين اللبنانيين ومالتعاون مع المسؤولين في المقاومة في المنطقة في فلسطين تحديدا نعم إيه نازل توقف الأدوان على دفنان نعطي مواقفنا الواضحة تجاه كل الأمور كل الأمور سيد قماطي اليوم يعني على الأقل من حيث الظاهر فشلت محاولة حزب الله لاستهداف وقتل بن يمين نتنياهو هل ستحاولون مرة أخرى هل ستعيدون الكرة مرة أخرى يعني إن شاء الله إن شاء الله نستخدم إن شاء الله في المرة الأخرى وما رميت إذ رميت ولكن ما رمى إن شاء الله يستجد الرميات ونصيب الأهداف بإذن الله هذه حرب طويلة وليستفضل سؤال الأخير وأنا أطلت عليك وسامحني لعل بعض اللبنانيين يقولون أن مسألة استهداف بن يمين نتنياهو بشكل مباشر تستهدفون منزل بن يمين نتنياهو في وضح النهار يعني هذا سيجر الكثير من الويلات على لبنان وعلى الشعب اللبناني ويعطيهم كل الزرائع لكي يقوموا بما يريدون حتى لوصل الأمر إلى الاحتلال بيروت كما حدث يعني سابقا بماذا تردون على هؤلاء يعني الاحتجاج منهم ومن غيرهم الاحتجاج على أن الهباب جاءت وضحة بن عار يعني بدلية بالليل مثلا يا أخي هيحرب هيحرب الليل بالنهار هالوقت هالوقت نحن نحن نستمر في مواجهتنا وهدفاعنا وهو نتنياهو يعني نكيل الضربات على الضاحية الجنوبية وفي جزء الآخر على الجنوبية في جزء الآخر على الدقاء نحن نقول لهؤلاء الأخوة العزاء الشركات الوطن وكلهم نحن من اتخذ في صدره ضربات العجو نحن من غجرة ونحن من دمرت منازجه ونحن من فقدت أمواله وفقدت أطفاله ومغمها نحن من تحمل الأفئة الأكبر ونشكر الشعب البنيني العزيز والكريم أخوتنا وشركاء نا في الشعب البنيني اللي احتضلوا المنزعين ووقفوا إلى جانبهم واحتضلوهم لقلوبهم لغم أن هناك شريحة بسيطة كما في كل شعب هناك شريحة خبيثة مهما فعلت لها فهنا خبيثة وآت عبد الشيطان وليعداء الوطن سبب فيهم لأننا نحن 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 من الشعب اللجناني العزيز والكريم والمحب ودفاظ الأب عبرها التضامني الوطني وتضامني الأخو الآن نتنياهو ما يزال يصب شاجام ما غضبه على نفس البيئة هاي ضرب ضحي وضرب وضرب ويلاحق المدنيين حتى إلى أقصى المناطق لذلك لا السادات نتنياهو هو جزء من المواجهة والسادات أي شخصية أخرى هذا العضو الإسرائيلي هو جزء من المواجهة المفتوحة أرادها مواجهة مفتوحة فلتكن مفتوحة وأرادها حرب وجود فلتكن حرب وجود وجدت حبل النفائش السيد محمود قماط النائب رئيس المجلس السياسي لاحز بلا كنت معي عبر الهاتف من بيروت جزيل شكرا لك